تعالى لليه للشكاك خلينا في الشكاك ازاي تعرف ان خطيبك شكاك او لو حصل كده توعودي هو بيعمل ليه كده اه ده شكاك واحد لو بيتكلم معاك كتير في حاجات فيها خيانة وغادرة اللي هو الجاو ده بيحب الحوار في الحاجات دي خلاص اتنين اي حاجة حصل فيها ما بينك وما بينه تجاوز او خطأ هو يوقع اللوم عليك خلاص ما بيحبش يوقع اللوم عليه يعيش حالة الانكار ويس كده ليه ده علاقته بالشكاك علشان ما تكتشفهوش فهو يفاجئك ويصادر على كلامك علشان يعني خدوهم بالصوت تمام يزعجه اوي 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 لو انت شغاله في مكان وفيه شباب او فيه اه يبقى هو بدأ با ايه الموضوع حاي شعشع في دماغه اوي ويشغله اه طب انت قابلت حد طب انت تكلمت مع حد طب ان اللي كان معك طب انت شفت مين طب حد قالك حاجة تكثر الاسئلة حولها في الاصل انك بتحسن الظن في الاصل انك عندك ثقة في الاصل انك واخد بنت محترم في الاصل انك واخد بنت بنت ناس في الاصل انك طالما انك لم ترى بعينك ولم تسمع باذنك فلا تحكم ولا تتكلم ولا تشك ولا تتهم ولا تسارع في القاء التهم او الشكوك خلاص كده يبقى ايه شغالها في مكان او بتحتكي وبتروع عندي ولاد خالها او عندي خالها او عندي ولاد عنده مش عارف ايه لا ما تروحيش ما تعمليش طب كلمك حد طب حد كلمك سلمت على حد طب اعدت ازاي طب كنت لابس ايه التفاصيل دي لو سأل عنها لو انت رحت لقريبك او لولادك او عندي خالك او عندي خالتك او عندي عمك او عندي عمتك او مع اهلك في مكان يقعد يسألك لو سألك في الحاجات دي التفاصيل ده تخافي مني ده شكاك وبرضو لما يحب او عنده اطلاع وفضول انه هو التفاصيل التفاصيل كويس مبالغ او في غيرته عليك مبالغ اوي او ركبت المواصلاتك وتريح المكان الفلاني او ركبتي فيين في حد ركب جنبك واللي ركب جنبك ده انت حطت الشنطة بتاعتك مبينه مبينه ولا ما حطتش تشي الشنطة هو اه اعد معاك جنبك لحد اخر المواصلة لحد ما نزلتي وانت لما نزلتي هو نزل وانت نزلتي ولا انت عديتي من قدامه لما فاهم توخت بالك من الطريقة ومن الاسلوب شوف الشك يعني عديتي من قدامه هو ركب جنبك كده ولا هو نزل لك وبعدين انت نزلتي يا سلام بقى لو هي قالت له لأ هو عمل رجله كده وانا ما قلتلوش ليه ينزل تمام هكذا ده يتخاف منه انا بقولك او ده يتخاف منه عشان لو انت اكتشفت الحاجات دي وانت مخطوبة انا بقولك وانت عالبر كده خالتي وخالتك وتفرقوا الخلات كل واحد روح لحاله انا منسك وانا منسك كويس ممكن يفتع المشكلات طيب بل حاجة بسيطة وتفهك كده ويعمل من الحبة قبها ويكبر الصغيرة دي كلها حاجات بقولك عليها تظهرلك وتأكدلك وتثبتلك ان خطيبك ده بيشك هو طبيعته كده هو طبيعته كده فخلي بالك لقينا يا جماعة في فرق ما بين الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة الغيرة المحمودة طبيعي طبيعي ان مثلا لما تحكيله وانا تعكست هيدداي هيدداي من ده عشان بغير عليك طبيعته انه لما تخرجي معاه او في مناسبة وانت حضرت وكان موجود بلبس داي او لبس مع جبوش قوي فيغير عليك اه من حق ان يتكلم في حاجة زي كده كويس لكن بفضت وراح تحضر المنزولة لك ما تحضريش ما تروحيش ما تعمليش ولو رحت مش عارف تعملي ايه تعودي فين تحتكيش ما تسلميش ما الحاجات اللي هي فيها زيادات دي وفيها اوامر كتير دي وفيها حاجات هو ملوش فيها يعني في حاجات فتط الخطوبة انت ليك كلام بس بالحدود ما لكش اوامر وتعليمات ليك تفاهم ليك قرب ليك انك تسعى انها تحبك تركز فيها ان هي تفهمك انها فيها علاقة طيبة انما مش رص 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 لا الشكاك ده بيقولك منصفاته انه يحاول اخفاء الكثير من حياته الشخصية ما بيقولش كل حاجة وبيدير حاجات كثيرة مش بيقول كل حاجة خلاص يبا يخفي عنك يخفي عن خطبته كثير من حياته الشخصية لي لانه هو مش عاوز يكشف نفسه قدامها ولا يظهر حقيقته كل حاجة عنه قدامها لانه حذر مش عايز اوراقه تتكشف مش عايز حده يعرف كل اللي عنده مش عايز حد يقف على نقاط ضعفه مش كده بيقولش كل حاجة ده عنده خلل بيشك حتى في شخصيته شخصيته مش واضحة مش مريحة قالوا بيتعامل بطريقة صارمة في مواقف كتيرة يعني اغلب مواقف تلاقيه صارم كده شديد مش بيحب المزاح قوي او قليل في ليه في الضحك الحاجة بقى شرسة اوي اوي وانا قلت شرسة وانا اقصد ليه صعب اوي لما واحد يقولك خطفته الدين الموبايل بتاعك تعارف يعني الدين الموبايل بتاعك خلاص وانا بقولك لو ان خطيبك طلب منك هذا الطلب فخذي قرارا بانك لا تكملي معه خطوبتك كمليش الخطوبة بتاعتك اذا كان ده في سياق اتهام او شك ممكن تورين الموبايل انت بتقولي ومش مسدقك او ان هو اعتاد على ده قولي الباسورد عايز الباسورد انا عاوز اعرف الباسورد ويخش يقلب في صور يقلب في رسائل يفتح الواتس يفتح التليجرام يفتح الانستجرام بيفتح الماسينجر يشوف الحاجات اللي انت بتتواصل معها مع اصحابك شوف رسائلك هو كده مش مأمن لك حد شكاك اللي زي ده انت ممكن تقعد تفضل الموبايل بكل ادب وانت مؤدبة وتوعود القاعدة بتاعتكم بضوابط الشرعية بعد ما يمشي ممكن بأدب تبعت رسالة انا انا اصف مش مش هادر اكمل معك صادمة ليه لقينك انت تعاملت بذكاء وبيهدوء لازم 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 يبقى لك موقف اصلا هو بيعملها دلوقتي وهو مش من حق ان يعملها دي حاجة الحاجة التانية هيعملها بعد كده الحاجة التالتة انه خلاص الموضوع هيبقى اكبر من التليفون ممكن يحرمك من التليفون ممكن يتجسس عليك اه والله والله اعرف ازواجا جاءتني مشكلة البنت حملت برنامج على مضايلها قدرت من خلاله تراقب مكالمات زوجها وهذا شرعا حرام قولا واحدا ولا تجسسه مسجدله كل حاجة وفضحته مكلمته بتاعه تمام كده بدلا ما يحصل معك انا بقولك اه اذا اكتشفت ان خطيبك يشكك بيحبك ايش تروحي شغل ولا تخرج اتفه الامور يعمل منها مشكلة بقفلك على كل حاجة لما تجسر الرجالة يجن جنونه يقولك هات الموبايل كلمت بين النهاردة عملت ايه خليتي ايه سويت ايه لبست ايه خرقت ازاي لكبت جنب مين مع مين وانت مش عارفت حرقت في الموقف الفلاني ولا تعاملت في الموقف الفلاني ازاي ده اكس اكس يعني شكرا هذا لا يناسبني في حياتي خلاص يبني اقولك لا تتزوج الشكاك اشتركوا في القناة